نشتكي كلنا من حفظ الكلمات والسؤال الغابي اللي دايما يتكرر هو يرجل كلمات ضرورية ولازم أحفظ الكلمات يبدو أنت بتدرس لغة ومن غير لغة من غير كلمات تبقى اللغة صفر هي اللغة عبارة عن أنت بتنقل مجموعة كلمات من اللغة دي للغة دي وكل ما كلماتك تزيد كل ما مستواك في الامتحان يبقى أفضل من غير الكلمات مش هتعاف تحل القطعة وهتشتكي أن القطعة صعبة من غير الكلمات هتشتكي أن المواقف صعبة من غير الكلمات هتشتكي أن جملة الجراماتيك اللي أنا بأقراها مش فاهمها هتكتب إزاي أو في زط أو إيميل من غير كلمات فأساس أي لغة أن أنا أبقى قوي في الكلمات وكل ما كلمتك تزيد كل ما مستواك في اللغة هيزيد كلمتك تقل مستواك في اللغة هيقل يبقى أنا أبقى عارف أن الكلمات هي مربط الفرص في مستوايا في أي لغة مننا ناس كتير كانت مهملة في حفظ الكلمات في اولة وتانية واتفاجئت في تالتة النهير محمد كلمات 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 ومش ملاحقين وانا اقولك انت مش ملاحق ليه عشان انت عايز تقلط في يوم واحد تخلص في الكلمات كلها يا راجل يا مؤمن 150 كلمة يخلصوا في يوم لطالب اصلا كالحفيز من الاول انما انت اصلا مش حفيز فناخد بعضنا كده على الهادي وما نتعفاش انا اعمل ايه اخد الكلمات وعدها اقسمها على خمس تيار طلعوا 100 كلمة اخد كل يوم 20 ثالث يوم ارجع الاربعين القدام واحفظ 20 جدات وهكذا هتلاقي نفسك العشرين الاولانين يترجع عليهم اربع مرات والمجموعة الثانية ترجع عليها تلات مرات خلصت الكلمات في خمس تيام بقى عندك يومين قبل المحاضرة اللي بعدها راجع فيها الكلمات الطريقة دي اولا مش هتعمل عليك ضغط راجع احفظ العشرين كلمة في اخر كل يوم النهار ده ذكرت جغرافيا اخر اليوم كلمات الماني بكرة هذكر تاريخ اخر اليوم كلمات الماني ما تعملش وقت محدد يوم كامل لكلمات الماني ايه اللي بيحصل انه بالبص اللي هي بتسمع الكلمات اول مجموعة متسمعها حلو تاني مجموعة متسمعها 50% تالت مجموعة زي الزفت المجموعة الرابعة سايبينها ليه اعرف ان الطريق ده على طول حفظ الكلمات كلها في مرة واحدة بدأ بمجهود قوي بعد كده مجهوده قل لقل 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 راجع ان هو ساب المربع الاخير وده ما ينفعش يبقى واحد هقسم الكلمات بتاعتي تأسيمة سليمة احفظ ازاي بقى يا هير احنا عندنا طريقتين الطريقة الاولانية فيه ناس تقول لي انا بنزل بالكلمة بالالماني اكتب كده يا باش اوحد الله احنا كامتحان الماني بنحتاج الكلمة من الماني العربي من الماني العربي تاني من الماني العربي رد عليها هتلاقي قطعة الماني وانت بتحلها بالترجمة عربي كل الامتحان كده عارفك هتقول لي ما انا عندي ايه وفزاتس ايميل وبراجراف اقولك ده ليه مذاكرة تانية خالص انا اعمل ايه بقى امسك المربع الاول في الملزمة بتاعتهير محمد اللي احنا بنحفظها بنحفظ منها او في الكتاب خد اول خمس كلمات بالالماني واكتبه انقله واحفظ معناهم بالعربي اقفل الملزمة واكتب جنب الكلمات اللي بالالماني معناهم بالعربي الخمسة دول سبته وبقيت عارف ان الكلمة دي معناها في العربي كزا خد الخمسة دول تاني ولغبطهم بالالماني وروح حافظ معناهم بالعربي تقولي تم انا كنا ما بحفظ الالماني يا عبيت ما انت كتبتون بالالماني مرتين تقولي تم انا ممكن يعني الكلمة دي اغلط في حرف وانا بكتبها يا عم اغلط في الحرف احسن ما تغلط في معناها خلصت الخمسة الاولانين خد كمان خمسة سبت معناهم بالعربي بقوا معشرة تعمل هيه نجم بقى تروح واخد العشرة دول وكتبهم في ورقة خارجية بالالماني خلي بالك انت بتكتب الماني اهو بس مش بتركز على انك تحفظ الالماني وتنزل بالالماني لا تركز على انك تحفظ الكلمة بالعربي العشرة دول لغبطهم بالالماني وقفل الملزمة او الكتاب وسمع معناهم بالعربي ايه الا العمود اللي بعده اعمل كده في العمود التالي يبقى انت تكتب الكلمة بالالماني معناها بالعربي بالالماني معناها بالعربي ما تنزليش بالكلمة بالالماني لحد اخر الصفحة زي بتاع كيجوان زمان لما الميس كانت تقوله نزل لي ايه الكلمة دي امنالي بيها الصفحة يا باشا انت مش هتكتبها في الامتحان انت هتترجمها خلص المربع واحد خب الكلمات بالعربي كلها وجنب كل كلمة في الملزمة اكتب معناها 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 اللي انستها افتح شوفها وذاكرة الخطوة الاخيرة نقل من العشرين كلمة خمستاشر عشر اتناشر كلمة عشوائي ونقلهم بالالماني وروح قافل الملزمة وسمع معناهم بالعربي توصل لمرحلة ان كل الكلمات دي معناها بالعربي معروف تقولي طب ما انا ما كتبتش الماني ما كتبتش الماني ايه وهو انت كل ما بتيجي تنقل الكلمات بتكتبها الماني عندنا ميزة في الماني الكتابة سهلة طب يا عم خلص المربع الاول انقل على المربع التاني بنفس الطريقة مع الاحتفاظ بان انا هقسم الكلمات على كذا يوم بعد كده باشا نعمل بسرعة خلص الاربع مربعات التلات مربعات خلص كمية كلمات اللي عندي وروح ماسك بقى الملزمة خب العربي وجنب كل كلمة اكتب معناها 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 لو انت ما بتحفظ من زمان ما تتعفاش على نفسك وتقول لا انا هقدر على مرة واحدة هتتعف في ناس يا جماعة متعودة على الحفظ وهي قدرات ربنا مدهالنا تقول لي طب يا هير الشكوى الاخيرة بحفظ وانسة بحفظ وانسة هو مين فينا ما بينساش كلنا بننسى اعلاج النسيان كتر المراجعة اعلاج النسيان كتر المراجعة ايه المنع لما اخد الملزمة التانية ارجع على الاولى قبل التانية ايه المنع لما اخد التالت ارجع على الاولى والتانية هتلاقي نفسك ماشي حلو ويا جماعة حاولوا على قد ما تقدروا تسيطروا على كلماتكو السؤال الأخير طيب افرد يا هير محمد بعد ما هفص الكلمات جال في الانتحان بتاع الألماني كلمات مخدتاش انسى لو حصلت قبل كده تحصل بعد كده الانتحان الألماني مفوش كلمات من بره المنهج عشان كده هنقفل للألماني اشوفكم على خير في فيديو تاني في نصيحة تاني